واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وقد قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب صخطه فإذا غير غير عليه جزاءً وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد فإن غير الماصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز